للمتابعة ينضم إلينا من بروكسل رمضان أبو جزار مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات سيد رمضان ترامب اقترح على دول الحلف مضاعفة انفاقها العسكري من 2% إلى 4% من الناتج المحلي لكل منهما ألا يمكن أن يؤدي هذا الطلب لتصعيد الخلافات؟ بداية هو لم يخترح ويطالب ولكن ما أقره الحلف في اجتماع ويلز عام 2014 هو رفع الامفاق إلى 2% من الناتج الكلي والذي لم تستطع معظم دول الحلف الأوروبية تطبيقه هناك 5 دول فقط التي التزمت من ضمنها اليونان وإستونيا وليتوانيا وبريطانيا وهناك دول لديها التزامات عسكرية خارج منظومة حلف الناتو مثل فرنسا وألمانيا اعترضت على هذه النسبة أو طالبت الجدولة ألمانيا لم تعترض على النسبة 2% هي اعترضت على التوقيت على التزامن بحيث أنه كانت من المفترض أن يرتفع الانفاق الألماني كسائر باقي الدول عام 2024 إلى 2% من الناتج الكلي وهي مبالغ فلكية ألمانيا كانت تطالب أن يكون العامل الزامن حتى عام 2030 للوصول لهذه النسبة أما ارتفاع النسبة إلى 4% هو ضرب من الجنون لأن هذا يؤثر الدول الأوروبية تعاني من أزمات اقتصادية لديها برامجها الخاصة ما يطالب به الرئيس ترامب يعقد العلاقات الأوروبية الأمريكية الهجوم الغير مبرر اليوم وبشكل غير مسبوق على ألمانيا هو يحدد نعم سيد رمضان هناك قضايا كثيرة هيمنت على هذه القمة من بينها القضية الإيرانية وأيضا إعلان دول الحلف قلقها من مواصفتها بأنشطة إيران التي تنال من استقرار منطقة الشرق الأوسط ما الذي يعنيه هذا الاهتمام بهذه القضية وهذه الاتهامات الموجهة لإيران هل هذا القلق من الممكن أن يتحقق في بعض القرارات الموجهة ضد إيران على عكس ما يتوقعه كثير من الملاحظين هذه قمة الخلافات والخلافات ولكن في هذا البنف بالذات لاحظنا تقارب أوروبي أمريكي في الموقف من إيران حيث أن البيانة التي صدر على رئيس أمين عام حلف الناتو الذي يعرف عن قلق دول الحلف من نشاطات إيران العسكرية والاختبارات الصاروخية يدلل على أن هناك تقارب إيراني وأن هناك تقارب أوروبي أمريكي في الموقف الذي كان متباعدا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني أي أن هذا يدلل على فشل زيارة الرئيس روحاني الأسبوع الفارط إلى أوروبا وجولة التي قامت فيها في أوروبا للتأثير على هذه القمة لم نلاحظ أي أصوات من الدول التي دافعت عن الاتفاق النووي الإيراني تدافع عن الموقف الجديد أعتقد أن هناك تقارب كبير وتهديد الرئيس روحاني بإغلاق مديق هرموز قرب وجهات النظر الأوروبية الأمريكية وبالتحديد في غير صالح نظام الإيراني الحالي أعتقد أن حلف الأطلسي دخل الآن ببرنامج واضح في مواجهة التجاوزات الإيرانية المثيرة للقلق كلمة مثيرة للقلق وتزعزع المنطقة هي بدبلوماسية عالية تعني أن إيران أصبحت في مواجهة الحلف نعم سيدة رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات كنت معنا من بروكسل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر